نوعاً تعلن وزارة الصحة العامة والسكان عن اكتشاف حالة مؤكدة مصادر فيروس كورونا المستجد إعلان الحوثيين وفاة أول إصابة معترف بها بفايروس كورونا في صنعاء يعني تقدمهم خطوة جديدة على طريق الاعتراف بالوباء على مستوى أكبر خاصة مع تأكيد سكان المحليين إغلاق بعض الأحياء ومطالبة المصلين في بعض المساجد بعزل أنفسهم بعد التأكد من تعرضهم للفايروس أثناء تشيع جنازة لم يعترف الحوثيون بإصابتها كانت تقارير سابقة قد تحدثت عن انتشار الفايروس في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا لكن الأخيرة استمرت في تغطية الأمر مع أنباء عن إغلاق مناطق في صنعاء كما تقول مصادر إنهم حاصروا قرية في ميفعة عن سغر بمدينة دمار بعد أنباء عن إصابات بالفايروس ومنع الأهالي من الخروج أو الدخول إلى القرية يتعمد الحوثيون نشر صور مسلحين يرتدون ملابس الوقاية من الفايروس في إشارة للتعامل مع الوباء باعتباره عملا عدائيا بحسب تصريحات سابقة لأحد قيادهم وهو ما يعني أن الاستراتيجية التي تتبعها الميليشيا ربما تشكل خطرا بحد ذاتها الاعتراف الجديد بوجود الفايروس في مناطق سيطرة الحوثيين وإعلان حالة وفاة واحدة مؤشران على رغبتهم في تجزئة الاعتراف بالوباء بينما تشير الوقاع والمعلومات المؤكدة أن البلاد في طريقها للإنزلاق نحو كارثة لا يمكن لأي من الأطراف التعامل معها فالمنشآت الصحية لا تستطيع استقبال الحالات تعجز السلطات عن فرض الحجر ومنع التجوال بسبب الحالة الاقتصادية التي يعتمد فيها أكثر من نصف اليمنيين على المساعدات ويعمل الآخرون بأجور يومية ضئيلة كما أن إمكانيات الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون موجهة بشكل رئيسي نحو الحروب الداخلية التي عملوا على زيادة وطيرتها خلال الشهرين الماضيين بعد دعوة المبعوث الأممي لكل الأطراف للدخول في هدنة ومواجهة وباء كورونا